وفقت الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية FDA على لقاح الشركة نوفا فاكس ضد فيروس كورونا للاستخدام الطارئي للبلغين ويعد هذا اللقاح هو الرابع الذي يتم اعتماده داخل الولايات المتحدة وسيكون متاحا في جرعتين لمن تبدأ أعمارهم من 18 عاما وعتبرت الهيئة في وقت سابق أن هذا اللقاح له فوائد تتجاوز مخاطره بالنسبة للبلغين كما أنه يستخدم بالفعل في 170 دولة اشتركوا في القناة